إلى أديسة بابا حيث جرت الأطوار الإقصائية للنسخة الخامسة من المصابقة الوطنية لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم في أعقابها تم اختيار ستة مرشحين للمشاركة في المرحلة النهائية في مصابقة تراهن على تشجيع الشباب الإفريقي على تملك وتطبيق تعاليم الإسلام ومبادئه والتعلق بكتاب الله عز وجل من إثيوبيا مرسل تياسي العمراني وياسي المعاسي حوالي ستة وخمسين مرشحا شاركوا في المصابقة الوطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة المصابقة شملت الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى والتجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل الفائزون في هذه الإقصائيات سيشاركون في المرحلة النهائية للمصابقة الوطنية في حفظ وتجويد القرآن الكريم تعكس الإرادة المولوية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله وأيده رعايته لشعوب الإفريقية وأيضا نشر قيم التسامح والتعايش ونشر أيضا قيم الوسطية لديننا الحنيف تجسد هذه المصابقة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع علماء المملكة مع نضرائهم على مستوى جمهورية إتيوبيا الشقيقة حيث تعبر أيضا عن العناية المولوية السامية لمولانا أمي المؤمنين صاحب الجلال ملك محمد السادس نصره الله رئيس المؤسسة الرامية إلى حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ الدين الإسلامي وقيمه على مستوى ربوع القارة الإفريقية وتهدف هذه المصابقة القرآنية إلى تشجيع الناشئة والشباب الإفريقي على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده ومدارسته تنظيم المراحل الانتقائية في أديس أبابا يندرج أيضا في إطار التعاون بين علماء المغرب وإثيوبيا والمصابقة تهدف إلى تشجيع شباب الإفريقي على تملك وتطبيق تعاليم الإسلام ومبادئه النبيلة وكذا التعلق بكتاب الله من خلال تلاوته وحفظه نشكر أمير المؤمنين وكل القائمين بهذه المهمة على أن يمضى أن ينصر الله سبحانه وتعالى الدين الكريم وأن يجعل بيننا وبينهم المحبة والتوفيق والتعاون والتعاوش السلمي إن شاء الله تعالى هذه المصابقة في هذا المكان وهو المكان المناسب والملائم طبعا أمير المؤمنين يعطيه أولوية في خدمة الإسلام والمصلمين وليثيبها أن يكون نصيبا بهذا المكان وعلى هذا المنوال في العناية بالقرآن الكريم وتكريم أهلها والصنارة بتوجيهات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سارت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تنظيمها للمصابقة القرآنية ونشرها للمصحف الشريف في بلدان فروعها الثمانية والأربعين استطعنا أن نشارك بعدد 56 طالبا كلهم حافظين لكتاب الله عز وجل فهذا من أثر أيضا المصابقة السابقة التي كانت مشجعة للخوض في هذه المنافسة تأتي هذه المصابقة في ظل حرص المؤسسة على تمتين روابط الشباب الإفريقي بكتاب الله وبقيمه السامية وبفضائله الراقية وتسعى مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من خلال هذه المصابقات إلى ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده وهي من ضمن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة تحت قيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خدمة للإسلام والمسلمين في إفريقيا ومن هذه السبابة ينضم إلينا سيد محمد المغراوي الخبير بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة مساء الخير سيدي بنوفية لأدوارها في تشجيع الشباب الإفريقي على تملك وتطبيق تعاليم الإسلام ومبادئه والتعلق بكتاب الله عز وجل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة نظمت هذه المسابقة وأسألكم سيدي ماذا عن حصيلة هذه المرحلة في فعل تمت إقصائيات الدورة الخامسة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وقد عرفت نجاحا كبيرا بالعدد الكبير من المتسابقين الذين شاركوا في فروع هذه المسابقة وبلغ عددهم 56 متسابقا من مختلف الأعمار وامتميزت هذه المسابقة فضلا عن ذلك بحسن التنظيم لأنها تمت بتعاون بين فرع المؤسسة بإثيوبيا والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا وهو هيئة رسمية ذات مستوى عالي في تدبير الشأن الإسلامي هنا بإثيوبيا وسيشارك الفائز أو الفائزان في هذه الدورة حسب الفرعين في النهائيات التي ستتم في وقت لاحق إن شاء الله طيب سيد المغروي كيف يساهم تنظيم مثل هذه المسابقات في نشر قيام الإسلام السمحة وقيم التضامن والتسامح وماذا عن جهود المؤسسة لتكريس هذه الرسالة هذه المسابقة القرآنية هي برنامج واحد فقط ضمن البرامج المتعددة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تتضمن مسابقات أخرى مثل مسابقة الحديث النبوي الشريف ومسابقة ترات الإسلام الإفريقي ومسابقة الثوابت المشتركة فضلا عن عدد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي وأنشطة أخرى ذات طابع علمي عبارة عن ندوات وملتقيات تنظمها المؤسسة على مداري العام وهذه الأنشطة كلها تساهم بالفعل في نشر قيم الإسلامية وقيم التسامح في المجتمعات الإفريقية ويتم من خلالها الانفتاح والحوار الثقافي والديني حتى مع غير المسلمين فضلا عن تلك اللحمة التي تجمع علماء القرى الإفريقية وتدفعهم إلى المزيد من العطاء والمزيد من النشاط على كافة المستويات خاصة وأن أنشطة المؤسسة تتم لله الحمد في 48 دولة إفريقية يعني تغطي كافة أرجاء القرى الإفريقية وهذه الأنشطة هي بالفعل يتم من خلالها تنزيل برامج المؤسسة التي ليست أنشطة موسمية ولكنها أنشطة دائمة أي تتم خلال السنة بكاملها شكرا لك سيد محمد المغراوي الخبير بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفريق كنت معنا من أديسة بابا ترجمة نانسي قنقر